الشيخ خالد النايف العريعر شيخ شمل قبيلة بني خالد وصحبه الكرام من شيوخ بني خالد العريعر وهو مشهد أخاذ يستعيد فيه المشاهد تاريخ قبيلة بني خالد حيث الانتداد التاريخي والجغرافي والثقافي على صحيح الزمن والمكان المبني خالد اليوم هم نسيج في اللحمة الوطنية للمملكة العربية السعودية هم دعامة في دعائمها وقوة في قوتها والقبيلة اليوم هي مدنية في المدينة وهي حضارة في الحضارة ونحر عذب يصب في المحيط المعاصر يدفع إليه أناصر ثمينة من القيم والمبادئ والصفات الشريفة وبني خالد تنتزج علاقاتهم بالود وتضفح وشائجهم بالحب وتتواصل عروقهم بالنماء لا تقطعهم قواطع الزمان ولا تفرقهم فوارق المكان افتزدان هذه الليلة المباركة بحضوركم الكريم بدعوة من ابن الأسرة البار الدكتور خالد بن صالح قطويان في أولى فقرات هذا اللقاء المبارك شاعر قبيلة بن خالد وبوزايد الشاعر محمد بن حتى رحمان الطويان له قصيدة بهذه المناسبة مرحبا مرحبا عد اني جوم السواري عد ما لاحبا قم في جنه بالمخينة المرحب مثل صرف الدهق والمصري بالشيوخا الكبار وخيضيه والقبيلة شاعر القصيدة بهذهل للوطن المظلة الكبيرة يعقبها قصيدة خص القبيلة يقول وطنة يا وطنة والعلم مرفوع فوق الراس عليك الله ومانه يا وطن وبليس ما نام يموت الخارجي ويموت معها الخاين البلاس ولا ينقص عليك من الرخاء مقدار الابهامي تمركز فوق محنية ضروع ولا يجيك الباس تغيح دام حبلة كثير دين رجال حكامي سلاطين الزمانة مروية حدبن تقد الطاس سلاي الملك وهل الملك ببط وربط وحكامي حمر حد الجزيرة والشريعة لبسوها الباس على طيب المواقف والنوايا والهدف سامي تجيها يجبون الفسك والتكتير بين الناس تبيح حرمة بلدنا يلغشي من ندل تنظامي وطنة يا وطنة ما جرح طهرك رضية الساس خطيب والفتاوي كلها تفجير وثامي تحامى في صليب اللي يطقت الكاسها بالكاس منابع من بني صهيون ناخد درس والمامي لكلها يا ولد شيخ مبناها والهداية ساس بعيد الرمع قاد الجمع والملعاد قدامي لكلها والخطر دونك ودون الدارة حلو عاس مغاوير ان نشوف الموت مغاوير ان نشوف الخطأ الموت مغاوير ان نشوف الموت واندوسها بالأقدامي السلامتكم القصيدة والله انتم هل المحل والمعازيبنا والشيوخنا وعزنا سامة قوي بني خالد مقاديم أخيار حكام طيب ومحتوين الشهامة ولاد هبس مروية كلب التارب الساعة هني شبه يوم القيامة بطاحت الهيجة سواعيط الأشرار لصد عنها مضربين السلامة السحامة الآية سواليم الأحرار الملعبين وبوقت حذف اعمامها السياد لا ركبر على قبة الأنهار والسياد لو كلنا تحلوى منامه وليا تعلوا وارتكوا شدة لكوار عون الرديق ومسيطة الزاهية ازمامها ولاد هبس اللي لهم بلع لاكار بطيب قلبه كف ربعية اهيامه زبن الدخيل ومزبن الضيف وإنجار المال يلقى من يديهم عدامه عواصف النجدات لو يضرب إعصار مضالب النجاد لينو صرامه قو من الحزات الملازيم حضار كالسابة الواجب بوقت ازدحامه تلقى شواهدنا على بيض رصدار السوم عزة وللزمانة ومصرامه من حد طيبة واخر حدود سنجار لين الخليج وحد قوب المنامه وقصة شمال أرض الجزيرة ولا بيار من وين ما وجهت نرسم علامه كم واحد قلنا له هديك والحار دونك خشوم طويقه ولا سنامه كم واحد قلنا له هديك والحار دونك خشوم طويقه ولا سنامه واليوم من في ملعها السيدة الدار شيخ مقره بيقصورة اليمامة همواطنين احرار وحرار وانصار مدام شرع الله بمانه ودعامه الله يبارك في طويلين الأعمار في العلوطن حدود شدرة إحسامه حكام رجد وروس حكام الهدفان على السعود أهل الكرم أهل الوفاة والكرامة هرواحنا للبيع وانصار من دونها متروحة برد ومسلامة وانكان للإنهاب زمره ومزمار ناطع على روسا حيايا غرامة هذا جواب ملعب الحرف وطيار لعب العديد بقلب فرخ الحمامة حضرة الجنابلية بأشعاره بيطار رأسا على روسا الشواعير حامة هذا جوابه والوفي غيره انجار الطير من فضل الاله انقسامه لو الجزيلة لو الجزيلة كلها بحول شعار يبين فكاك السلف والجهامة ولو كل من هد القرانيه الصقار ما عاد نلقى في الجزيلة حمامه وردد الحانه انهايط وفشار ضد رتها من زبانه راسه النعامة غر يسوقه للخطأ بعض الأغرار حمال عماله لشاعه دوامه ثورا ذي حيثه محرجه وسمسار خطوة ضعيف المبتدل والفدامه يوم مصبح المعنى سواليه تجار قلنا سلام وضب سوقه وسامه ويوم احتلوا كوره غريبين وطوار نعمين الهرج كلنا وزامه رفعت خشمة سالفة ميلة وانتارت بحلال الحرف واجفع حرامه ونجيب لوني على البيت مرار وزيره وليلا تخونه اعظامه مجيسة بطرة بصوت خالد وزدكار ونرحت بلانا نسمى سلامه ونقلت يا المعنى ترى الوقت غدار لن نختل والمشتبة والمامة بالذاكرة خالد وقلقوا بمسمار والله هشام وموقيقات هشامه مليون جاهل يستبيحك ومليون مثل منك يجرح سيامه ما هو بنى سماع هجات الاشراب سود المخابر والمظاهر والسامة خطو الولد مثل البريه الهلتار يزهاه بالزرفان نصبة سلامه قد يالها مبطي من القوم مغوار شيخ النجم سحيل مرسل سلامه ومكان جيه تلعب على بعض يوتار والوقت ويك وهد دي باحتدامه ما قول انا وجه العرب يلبس عار من حد صنعه لاخر حدود شامه اقول كنا نشتقي ظلم غوار وانكان رحنا بعيد فات الحمامه واليوم اكاديني بعد سوبرستار اخف زلات السقيطة الهلامه منجيه في الضتس الجريحة بالأعذار لا تسمعين من البريد الهجامه والمر شارون اليهودي وعزاف نادي صلاح الدين الاقصى وامامه واندلت يدار الرشيد الكراطار وابن الصريب الكلب يقوم يسمع وابن الصريب الكلب يسكن منامه بعدرته واغيه على زاوية بار هد الكنابة وراحة نادم مدامه تدمير شام النوع تحرير وعمار ضاموك والعديد ضامو احطامه ينصرك رب البيت والرب نصار تنساقلك من بيض جوده كرامه ويا صاحب لدقب قلب من اسمار ما زاد بهم وزاد اهتمامه يا مسجدي وانبانه في حالي ضوار والوقت بليلي معاني اخصامه دواس خطراته المسارية والاخطار صاحب تسماره الهواجس طعامه هلزم بيبناء كسح دروسه لفكار اللي على الوزن السريع ونظامه وركب على اللي لا مشى يطرب القار واشحاد يا رجلنا تمسك اخطامه جيب كما رصف النداوي الهيطار لرب الجرحان وادرك مرامه صناعي عقوام المواليه مقصار فطس الخشوم ومبدعين الفخامه من دار هيتاشي مجانيه فكسار ابيض وديكوره يزيد احترامه الياه وقف ضابط مقدم وطيار بين الجنود وفوق صدرها وشامه ولا في ديل وفي يده حط سيجار ماجن ويظهر للحجود احتشامه متمركن عنده وزيرها وقفار ومنقش ورسل حيايا وشامه وليا بطش وليمسك بكنه مع الدرب مدراب سيلم مع وديها بانس جامه يزحف كما فلكم ضربه ضبه بحارة موج من خلفه وحوله ومامه تقول واقف لين يعكس بالانوار وتشوف بهم معات جامه وجامه وليا بطش بطريو الروس احجار تصير من تحت الكفارات خامة مراف بكبسي وزارة ودوار والناس ليه الموعد الطامة يتز وتقول الهواء يمندار ويميل وتشوف المسار استقامه وندش بعوق وندش بعوقنا مثل هل رنطار تنهال وتدور بجوه غمامه تحس به عوض مضلالية وخمار بعد انضضت جوه وغلق من دامه شارف مع الشايب على الطيبة بصرار لو كان طبعه طول ليلة ينامه واغبر على جمع المحليه السمات ويكتوبه ويتغلته قرامه في مقدمه الاسعافة لجوات شنكار غنيون باكن فوق راسها ستامه و فوق راسها ستامه وليا قفيتها خلفها واسبيلها خمار مغراج خشف الراح وارخة الثامة اركب عليها ربنا ربنا باب ستار وانفض على بقاية ركامة وانشيك الممكن لنواع بعيار من الجميل اليوم جور استلامه وليانته المعدور من وده اسفار وقريت مفتاح القرآن وقتامه اشهر كمال يضرق الريش نفتار حرا ردع رجم المسارية وحامل من القصيم العرغ الطيبة ميحار مع السريع النيهيضة انتظامه لتطري الكبريت وترد الأنبار حتى تزل المجمعه والخطامه وليانتهيت العاصمة روح حزام وانحر مصب الشمس وانسك زمامه بلهوم حتى تختفي عنك الأنواع وتغيب لوحة البلد والثمامه شوي وتغيب لوحة البلد والثمامه يجيك سعد وسبت الجيب فرار تفتيش لنجازات مرخي إحزامه وانعاد زليته لو تشوف رادار لا تلتفت ولا تهاب الغرامة عطها لضنص ونزيد له ووقد النار وارتك على يمناك وانسك الجامة وارتك على يمناك وانسك الجامة وعقب المسيح بتعلك دياس مشوار وتحب نفحات الخليج استهامه شوي واللوحات جودة ومعباب للي سفا يفهم زهد والمسامه هناك لا تاخذ وتعطي بلشوار أوضح من البدر المنير ابتمامه تلقى الجماعة في رجا شوف خطاب رجوة العمليون زرق الإمامه وتلقى بغاديد زهن صفة وجار ومن والد الرسلان تلقى علامه مطعومه من سبع أصناف واختاره وفنجال هلو ضيق عجل أولامه من عبه كبش مع الضر البكار اللي رأت عن جنفل واثمامه والينته هواجب واخد مقدار ثلاثين ساعة قبل وقت الإقامه صل الفروض ومجمعه وإضا القصار وتعود من شهور وقتك وثامه وعد الجواب وضمنه ورد وزهار وقل للجميع الإلم هذا تمامه من شاعر لصروح ومثال شعر عمار لشيد الخاسر معاني هدامه تسجيل واقع واعترافات وضرار بأن الكريم يموت منصوب قامه ووه رقيب الخلق والخلق نضار وجم جم وادات نحيامه كان الصحيح إهبال يا حلوه الشهار إهبال طيب ولا صحاة رخامه كلمة فيه جاب درا ومحا ذكرني اللعبون وليامه رامه واسلم وسلمني على الربع تكراره كلب قايا صاحبي والسلامة سلامتكم وإذروني على طه جميع صحيح 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 والعروبة في دمائهم نخوة وموعة وإحساس وإحساسهم بحروقهم وجذورهم تاريخ تستعيد الأجيال والقبيلة يتحرك في دمها التواصل والتعرف تغذية لكل ثميل من مجدها المغبوس في نور الإسلام وتراب الوطن والشعر ديوان العرب والشعراء شيخ الكلام والعرب أمة تعشق البيان ويحز الشعر ويذكي وجدانها البليغ من القول الشعر الكبير والمتميز مهدي بن حبار العنزي له موقف في هذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين أيها أحبة شيوخ قبيلة المجد قبيلة الشموخ بني خالد هذا الاسم الكبير الذي سطر له التاريخ حروف من ذهب والله لا أجامل عندما أقول ذلك بن خالد قبيلة عربية عدنانية أصيلة لها من الأمجاد الشيء الذي لا يحصى ولشيوخها الأكارم آل عريعر الأمجاد التي لا تحصى أيضا ونحن عندما نلبي دعوة الدكتور الأخ العزيز خالد الطويان شخصيا أعتز بهذه الدعوة لأنني هنا في هذا المكان أقابل هذه الشيوخ عفوا هذه الوجوه المشرقة سواء من رجال المشيخة في قبيلة بني خالد آل عريعر وكذلك الباشات وكل شيوخ بني خالد الكرام بدون تخصيص أيضا سعدت جدا بوجود مشائخ لهم مكانة كبيرة عند الله إن شاء الله هو رجال الدين الذين أكون لهم كل تقدير واحترام ونحن أيها الأحبة في بلد الخير بلد النماء والعطاء نحن كأبناء قبائل لا تفرقوا بيننا الحدود انظروا إلى مشائخ بني خالد في الشمال في سوريا العروبة وفي الأردن وفي العراق وفي كل قطر من بلاد العرب لا تفرق بيننا الحدود أبدا وأنا عندما أذكر قبيلة بني خالد فأني أتذكر أشياء كثيرة ومنها ألقاب كبيرة محيف على البير قد يتساءل بعض صغار السن كيف ابن عريعر حيف على البير إنها القوة والرجولة والشموخ والوفاء والكرم كلنا أيها الأخوة نتذكر أيضا عندما قال شيخ مشايخ عنزة ابن هذال عندما قال ابن عريعر من ماجد ابن عريعر المصلب الأشوار إلى آخر القصيدة لكن يقول شيخ لنا ابن هذال يعترف بمشيخة ابن عريعر ولا غرابة في ذلك فالسابقون كانوا يعترفون لبعضهم البعض من خلال عملة واحدة هي عملة الوفاء ورغم أن الوفاء في هذا العصر أصبح قليل وأحد شعراء العربية يقول أما الوفاء فشيء قد سمعت به ولا وجدت له عينا ولا أثر فمن توهم في الدنيا أخاثقة فأنه بشر لا يعرف البشر أنا هنا لست بصدد التحدث عن أمجاد بني خالد فأمجادهم جذورها عبر التاريخ معروفة ومنذ أقدم العصور ولست أيضا بصدد التحدث عن صلة القربة بين قبيلتي بني خالد وقبيلة عنزة فكلنا جميعا سواء أبناء وائل أو أبناء بني خالد كلنا جميعا من صهر في خدمة هذا الوطن وطن الشموخ وطن الإباء قبل أكثر من أسبوع تقريبا حول عشرة أيام تشرفت بإلقاء قصيدة أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله والقصيدة في الواقع تنشى الغدا إن شاء الله في جريدة الجزيرة وعرضت في التلفزيون ولكن مع تقديري الله يحفظ مع تقديري ووفائي لهذه الوجوهة الطيبة أود أن أسمعكم ولو جزء من القصيدة لأنني والله لا أحفظ كامل القصيدة ولكن الذي أحفظه سأرده لكم بسم الله الرحمن الرحيم يا مغيث الغيث عجل في صبوبه الدعى منا ومن كنت الإجابة برنا بسيل اليانس نسهبوبه نسمته تبعد عن النفس الكآبة في بلاد حبه الله ومحبوبه ديرة محمد وآله والصحابة شرق غربه من شمال ومن جنوبه دمنا يرخص الذرة من ترابه له نبيع أرواحنا بيع الجلوبه لا غرابه يا وطن لا غرابه شعب واحد دين واحد واهتنوبه كل من يسكن ثراكه من ربابه يا وطن تاريخك ابيض واحتفوبه يوم ابو تركي زهل مجد زهابه انطلق انتهب صقر الجزيرة واعتزوبه الهدف واضح الهدى مبداه والتقوى زهابه قال للستين هيا وانت خوبه للمسير مجهز خيرت ارشابه ويوم وصله للرياض استمشروبه بعد ليل ليل اظلم واشجرابه صولة حلت على الشر رموبه وانتهى حلمه من سن تدابه وانتهب صوت وانتهب صوت المنادي وجهه روبه الله اكبر منبر الحق اعتلابه واستلم عبدالعزيز واما نوبه رددوها راعي العوجة هلابه يعرفون انه على الطاغ عقوبه ويعرف انه الدار ملت من غيابه من مثل عبدالعزيز الياحاكوبه رحمة للناس رب الكون جابه يالله انك تمنحه جزل المنادي دوبه ويا ولي العرش دعوه مستجابه وانصر اللي دربخ ونوره مشوبه حافظين انساس حكمه وانتسابه الملوك اللي على العهد وفوبه علمهم بين الملاء كل اندرابه ويا سلام الله على صقر العروبه عد من بالبيت طافوا من سعابه المليك اللي رضى الشعب ورضوبه يعتزيب الشعب والشعب اعتزابه ماها قوبه صاحب النخوه لقوبه من تسامح من تواضع من صلابه سيفنا اللي بهن ماري وجهه روبه سيفنا اللي بهن ماري وجهه روبه سلته تضفي على الدنيا مهابه درعن اللي منعن الوقت احتموبه ريفنا عن قسوة الفقر وعذابه للضعيف اعذب من انواع العذوبه ما قف العمطال بل حاجات بابه واحتوى كل اليتام واغتنوبه مهنة حافظ عليها من شبابه والحرم والتوسع هو اللي سعوبه وتوسع الطيبة تحدث عن جنابه خدمة الدين الحنيف اكبر عيوبه كم تشيد كل مسجد من حسابه خدمة الدين الحنيف اكبر عيوبه كم تشيد كل مسجد من حسابه وكل خطواته عظيمة ومحسوبه السلام مبرج بنوده واحتفابه قال في بيروت علم الرحبوبه يعربيين يقبل الصلح ورضابه ما يحل الشلم والارض انتم غصوبنا حقنا يرجع لانا الرغت صابه ومؤتمر مدريد والي شار كوبه حقّقوا مغزاه واعتمدوا خطابه حد باسمها مؤتمر مدريد عفوا مؤتمر مدريد والي شار كوبه حققوا مغزاه واعتمدوا خطابه خاطب العالم بعلم حد ثوبه بات خاطب ورسائل ولكتابه علمها العالم جميل عشتان سوبه سامي يسمو على المجد وسمابه وقال دين الحق ما شي يشوبه والخطأ ما هو من الدين اكتسابه وقال ديننا الاسلام ديننا الاسلام ما شي يشوبه والخطأ ما هو من الدين ارتكابه أم تنبه تنتجمه يمغصوبه لو جمنا فيه ميله وانقلابه الزمن غدار والعالم لهوبه الله اكبر يلزمن يا طول نابه شر قوبه غر بوبه والعبوبه معرفوه غرهم لمعة سرابه اختلط فيها العجايب والعجوبه والسؤال الصعب يبحث عن اجابه نفرض البترول لو قرب نغوبه البديل اللي بداله وين بابه والغراء فيها الزمان اكبر عقوبه الزمان لا جابه الله من لفابه واقتصاد العالم العالم هروبه يمحق الله هربه واللي مشابه ومن يريد الخير يسعى فيه دروبه ما على من يفعل الحسن رقابه ومن يريد الشر واللي غر ضوبه ومن تنكر للوطن طالغ ترابه من كل المعروف عيبه فيه جوبه الطريق اللي بدأ فيه انتهابه ارجو عدم المراخذة هذه في الواقع يعني ابيات من القصيدة وليست كاملة الحقيقة انا واعوذ بالله من كلمة انا لقبني سيدي خادم الحرمين قبل اكثر من ثلاثين عام بلقب شاعر الحرس الوطني وهذا اللقب اعتز به ما حييت رغم ان الالقاب وقتية كما تعلمون ولكن الانسان عندما يتحدث عن الوطن وعن امجاد الوطن وعن ولاة الوطن وعن ايضا الرجال الاخيار شروع الحضور الطيبين للملاقب في الواقع كثيرة مع ملوك هذه البلاد بدءا من جلالة الملك فيصل يرحمه الله القيت امام اكثر من ثلاث قصائد ثم جلالة الملك خالد يرحمه الله القيت امام عدد من القصائد مرورا بخادم الحرمين الشريفين الملك فهد طيب الله وفراهم جميعا وايضا امام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الكثير والكثير من القصائد وهناك بعض المواقف اتذكر في يوم من الايام كان الشيخ ابن عتينين الشيخ صالح ابن عتينين قال حموه الله كان يأتي الى مجلس عبدالله بن عبدالعزيز عبدالله الانسان طبعا وبدون القاب لان عبدالله اكبر من القاب في الواقع وقتها كان سموه او يحفظه الله كان وليا للعهد قال لي ابن سويلم اسبوع اللي نضاء ألقى شاعر قدام طول العمر قصيدة وقام الشيخ ابن عتينين وترده من المجلس يوم خلص من القصيدة وترده قال هذا مشرك وهذا الصفات الالوهية يحطها في البشر وطبعا ابن عتينين يرحمه الله لا تأخذه بالله لوم تلائم يرحمه الله ويرحم الله كل اموات المسلمين ان شاء الله انا الحقيقة كنتم سوي قصيدة لكن ما كانت نفس القصيدة اللي سويتها بعدين فعرفت ان ابن عتينين موجود وانا لازم اولا نبيض وجهي امام الباري سبحانه وتعالى ثم امام رجل المكارم عبدالله بن عبدالعزيز ثم امام فضيلة الشيخ ابن عتينين حتى ايضا تقديرا لدور الشعر الشعبي الذي يمثل جزءا كبيرا من تراث هذه الامر يعني لهم بعض الجهابذة الادم احترام لهم يقللون من مستوى القصيدة الشعبية والقصيدة النباطية ولكن هذا لا يضيرون امسي فدخلت عند الاخوان في السنترال وقلتوا دوروا لي ورق وعطوني صبوني شاي وقهوا همهم وجبت عمرك الوراق وحضرت القلم وكتابت قصيدة جديدة ومن فضل الله يعني قبل يجلس طويل العمر بحوالي تقريبا ساعة لربع اكملت القصيدة والقصيدة اكثر من خمسي بيث لكن اولد لكم الذي احمر لان الموقف كان امام ابن عتينين ويعني حتى نسوى حاك بعد القصيدة جديدة من سنبثك فجر الاسلام ما تقبلين الذل والعار واللوم ويحفاد من حطم تماثيل الاصنام ويا سلسلة من دمر ودولة الروم تشهد على صولاتهم ديرة الشام وبالاندرس شادوا حضارات وعلوم تنبهوا ما هي دعايات ووهام انهضوا خل النوم يا عابد النوم الله عطانا عقل وعيوم وجسام وافكار تهدينا على حق معلوم افكار ما يدخل بها في كل هدام متوحدة بالدين وحبوب وسلوم ويعقول ما تقبل خرفات الأقزام وشهامت ما تقبل البيع والسوم وكرامة تحفظ مع الناس الأكرام ولولا الكرامة تنهدم عزة القوم وحن عرب واسم العرب عز وسام فوق صدور اللي لها المجد مرشوم يرفع علمنا يوم تنكيس الأعلام يا رايت التوحيد والنصر لت دوم ودستورنا القرآن في كل الأحكام يمشي على مبداه حاكم ومحكوم ما دام عدل بدون الإسلام ما دام ومن لا حكم في منهج الشارع مهزوم وينعدم بالمجتمع وصل الأرحام جسر المحبة بينهم صار مهدوم وحن على متن الشرف بيتنا قام انثبت في طيب وخلاص وعزوم بيت العرب ملجل رامل وليتام بيت ما هو عن طالب الحق ملجوم الحق به لتنين قرآن وحسام وهدي الرسول اللي عن العيب معصوم ولا همنا في ديننا لوم لوام الحق عدل وننكر الحق ملطوم بيت العرب ملجل رامل وليتام بيت ما هو عن طالب الحق ملجوم إلى أن قلت مرحوم يا عود بنى البيت مرحوم عبد العزيز قال لي عن الحق منام حتى اهتنا في دونة كل مضيوم ولا همنا في ديننا لوم لوام الحق عدل ونكر الحق ملطوم وهل الحماقة والمشاكل والاجرام ضميرهم من وازع الدين معدوم لو حاولوا بيدينهم زر على الغام مصيرهم في قرة العدل محتوم الغدر واللي صار للغدر روام على جبين الخاتم العار مختوم لو يرتدي العردة ثوب وحلام ولو تعطر تفضح ريحة الثوم وعدواننا بين الملنواع وقسام ناس انتبه الثحقاد وارهاب وسنوم عدوان دين تلبس اقناع والثام يبون قطع الحبل والحبل مضروم لازم نعري وضعهم عبر الاعلام حتى يفيقوا من الخطأ كل منجوم تحدثوا عن غزوهم يهل الأقلام ابن الوطن في كلمة الحق ملزوم وحنا نعيش بخير عام وراء عام عيشة عدالة ما لنا حق مهلوم ما فيه لا ظالم ولا فيه منظام ببلادنا ما يدخل السجن مضروم شعب على العليا تقدموا القدام الفرق واضح بين قبل عمس واليوم اليوم في عهد الفهد بمن ونعام ما خص واحد عمس كان هعموم يا ما سعى للي يعانون الاسقام ويا ما مسح في موقفه جرح مكلوم ويساعد اهلي في الاخصام للطام عبدالله هل يبع المهمات زينجوم ولي عهد وللفهد عقد وحزامه في خدمته جنة صناديد وقروم جهزوا دربنا الوطن كل مقدام بس سلم سلم وللعدى حرب وهجوم وسلطان سلطان الوفاء للعلاشام شه من علينا يحتوي كل شغموم بل الرشود وبل فضى صقر نحام واللي وسه وسط البحر يتكن العوم عدل قاخذة يعني الى اخر القصيدة والله لم يحفظها كاملة صح حسين صح حبد الرادي الحقيقة ختامها يعني باختم الأمسية طبعا بعد الاذن فيه كثير من الشعراء الحقيقة يعني نجتمع بهم ويقولون والله فلان راح للدول هالفلانية وقصة بقصيدة بفلان ابن فلان وعطاه مليون وليقول عطاه مين تلك وقالوا يا اخو انت يا مهدي بن عبار اول شي انك شاعر كبير واعلامي وصحفي ومبيع ومعروف وانت شاعر قبيلة ولا الحقيقة لست شاعر قبيلة ولا انا لا امجد القبيلة انا امجد هذا الوطن المعطاء اما القبيلة فلها تاريخها ولها امجادها ولا يمنع الحقيقة ان الواحد يمجد قبيلة لكن نحن كما اسلمت ننصهر جميعا في خدمة هذا الوطن فيقولون لي هدامك اعلامي وشاعر قبيلة ولك في قلوب الناس قدروا مكاني كان اكتبي قيمة ومال وحصيلة وليه ما تنحر فلان الفلاني قلت اسمحوا لي والحكاية طويلة انا اقدار طوعت كل جاني على السعود على السيوف الصقيلة فخر العرب ومعربين المجاني ونزقي على معطى العطايا الجزيلة الله لا لك خالق الكون ثاني استغفرة والوذبة والتجيلة والله اليمنه عطاني عطاني مده ولا مده ليدين البخيلة عبو المكارم كلها والحساني اللي خلق خلقه ويبقى كفيلة هذا الصحيح ومنقر الحق جاني يا كاتبين الشعر لجل الحصيلة يا الربع ساهمتوا بقتل المعاني الشعر وقفاته اكبر ونبيلة ما هو كلاما لي نصيته جفاني وفلان جيته واعتراض لي وكيلة يمكن ونه سمع شعري عطاني نهر العطاء عذب يجي سلسبيلة وش قال ابن خلدون وقرى الاغاني وش قال ابن حدرين واسمع الزيلة ما يشرب القفوات غير الهداني وتركي من الهيلة والامجاد هيلة من لا يدوس الضاي ما له مكاني وتسعدون في دور المهانة الاصيلة البعد عن دار المهونة شفاني ويا هيه لو تقرى البيوت الجليلة وعرفت معناها عيان بياني إن كان ما ترضى على الشعر ميلة وعن المعالي ما رضيك الطماني سلامتكم وأرجو عدم المؤاخرة والحقيقة الاستشهاد يعني أنا الاستشهاد الأخ شاعر بني خالد الله يزال خير قبل شوي يعني استشهد طبعا هي خواطر فعندما قال خطوة الولد مثل البني هي الياثار وقال إنه هذا البيت مسبوق أنا عندما أقول اللي خلق خلقه يبقى كفيلة أنا استشهد ببيت أبو جريق البغدادي عندما قال قد قسم الله بين الخلق رزقهم لم يخلق الله من خلق يضيعه أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الوجوهة طيبة وألف ألف شكر للدكتور الخال العزيز على فكرة أنا خوالي بني خالد وخوال أمي بني خالد واعتز وأفتخر بني خالد وبني خالد عده من عدد هذا الوطن المعطاء والحقيقة أن تطرق عليهم البيت اللي يقول تشهد جزيرتنا وكلك صراحة عهودنا رجالنا ماطع عنها صلنا نفوس الزاكية من وفاها ولا أي غريب أمانة إن امتهنا هذا ديدا بني خالد وأرجو لبني خالد وأرجو لوجوها الحاضرة وألف شكر للدكتور وألف شكر للحضور وأرجو أن لا أكون ثقيل فتقبلوني أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته شكرا للشاعر شاعر الحرس الوطني الشاعر مهدي بن عبارة عندي على هذا الموقف الضائع وعلى هذا التميز في نتره وشعره شكرا لقبيلة لم تفنع الأحداث ولم يفقدها الزمن حيويتها ووجودها فالخالديون بمعادنهم النبيلة وقيمهم الأصيلة هم عماد ركيز وأساس متين في وحدة وعزة وطنهم المملكة العربية السعودية وأوطان العروبة الكلية التاريخ في سطور الأسفال لا يمحى وفي ذاكرة الأجيال لا ينقطع الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشارع الأستاذ في كلية التم والإعلامي المعروف له كلمة في هذه الليلة المباركة فليت أفضل بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسر الله تعالى أن يجعل اجتماعنا جميعا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما وقفه لك وبركاته mitä حزنًا وقفه لكنا وقفه لك هذا اجتماعنا جدًا